نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة الغربية مشروعا للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث وذلك بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة جاء ذلك في إطار حرص قوات المسلحة لدعم قطاعات المجتمع المدني وتنسيق المستمر مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وتنفيذا لاستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء ونشر الوعي الثقافي والوطني لدى شباب مصر واستمرار المشاركة للقوات المسلحة في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الندوات عن التحديات التي تواجه الشباب والدور الذي تقوم به الدولة وكافة مؤسساتها لمجابهة تلك التحديات لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم وفي إطار دعم القوات المسلحة لأبنائنا من قادرون باختلاف نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري معرضين لمنتجاتهم بدار الأسلحة والذخيرة ونادي التجديف بالسويس وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة